شرعت مصالح ولاية الأغواط في تنصيب خلايا الأزمة على مستوى أحياء الأربع وعشرين بلدية المتواجدة بتراب الولاية تحضيراً لإحصاء السكان مواجهة لفايروس كورونا كوفيد 19 هذه اللجنة تتكون من إمام تتكون من الحماية المدنية تتكون من مجتمع المدني تتكون من الهلال الأحمر الجزين هي نخبة نتمنى لها نجاح وتوفيق وأطلب من السادة المواطنين التقارب منها اللجان المنصبة لم تقتصر على جمعيات الأحياء بل توسعت لتشمل أئمة المساجد جمعيات المجتمع المدني الكشافة وكذا الهلال الأحمر الجزائري أننا نتعاون في إطار الخير وتفريج الكرب على الفقراء والمحتاجين وهذا هو صميم ديننا هذه المبادرة هي الأولى عبر الوطن الذي لاحظناها في المساهمة بين السلطات والمجتمع المدني ونطلب إن شاء الله من المجتمع المدني والجمعيات الفاعلة والناشطة عبر تراب الولاية أن تقوم بدورها في كامل القرارات الصادرة من طرف الدولة الجزائرية والتي هي في حماية المواطن بالدرجة الأولى وتأتي هذه الخطوة استجابة لتعليمات الوزير الأول من أجل التضامن والتكفل الأمثل بالفئات الهشة على مستوى كل أحياء الجمهورية